يسعدني ويشرفني باسمكم أن أرحب بضيفنا الكريم ويعني الأخ العزيز والأستاذ الكبير أبو حمد تحية لك طيب أخي أبو حمد يا حلا ومرحبا حلا أخو يونس وهلا عبد الرحمن وجميع المتواجدين باسمكم أيضا أرحب بصديقي ويعني رفيق الدرب صديق عبد الرحمن السلام عليكم عبد الرحمن وعليكم السلام أرحب في الجميع وفي الأخ أبو حمد ضيف السبيس هذا وإن شاء الله نقدم شيء يليق بوقتكم وباستماعكم تفضل أخي يونس إذن بسم الله ينبدأ اليوم إن شاء الله سنتحدث عن آخر تطورات يعني استوديوهات بلاي ستيشن كما عملنا في الأسبوع الماضي مع إكس بوكس اليوم نخصص المساحة لبلاي ستيشن آخر يعني الاستحواذات ونحاول أن نتكلم ونحلل رؤية بلاي ستيشن لهذا الجيل يعني نأخذ نبضة بسيطة عن استوديوهات بلاي ستيشن والمشاريع القادمة لهذا الجيل إذن أبدأ بأول سؤال نبدأ من حيث انتهت بلاي ستيشن بلو بوينت يعني كيف ترى أخ أبو حمد هذا الاستحواذ استحواذ سوني على بلو بوينت أمانة استحواذ بلو بوينت أو استحواذ سوني على بلو بوينت استحواذ أصلا بلاي ستيشن اليابان يعني أتوقع تكارو في شهر سبعة أو أول ثمانية لما استحوذوا على هاوس مارك يو اللي سوى ريترنل أعتقد بالغلط بلاي ستيشن اليابان طلعوا أنهما استحوذوا على شسمه بلو بوينت استحواذ مستحق أمانة خصوصا أن شغله بلو بوينت كان أغلب شغلهم مع بلاي ستيشن وهذا هو توجه بلاي ستيشن ورؤية بلاي ستيشن بأنه هي تشوف أو شيء شغل الستيديو وبعدها تستحوذ وأشوف أن بلو بوينت صراحة استيديو محترم قدم ريماسترات كثيرة أمثال أو مثال لعبة آيكو وشاد أف كولوسوس البندل اللي مع بعض بعدين قام بعمل ريميك لشاد أف كولوسوس وبعدها ريميك ديمان سولز وعديد من صراحة ريماسترات مع بلاي ستيشن حتى أحد الريماسترات أو البندل كان نازل على الأكس بوكس 360 واللي هو بندل متل غير بلو بوينت يشتغل عليه فأنا أشوفه صراحة يعني ستيديو ناجح كستيديو يطور ريميكات وفي إشاعات أنه وقع يطور لعبة خاصة فيه أشوفه استحواذ ناجح صراحة وشنو تقدم لنا بلاي ستيشن بقادم الأيام سواء مثل إشاعات ما هو طلع ريميك متل غير والذكر كان في تغريدة لبلو بوينت بأنهم قعمشون في سلسلة ريميكات من هشهاد في كولوسوس ديمان سولز والمتوقع اللي بعدهم هي متل غير فأشوفه استحواذ موفق صراحة لبلاي ستيشن مشكور أخ أفو حمد يعني وعطفا على ما قلت يعني الاستحواذ يبدو أنه منطقي لحد بعيد بل أن المفاجئ هو أن لا تستحواذ ثوني على بلو بوينت بعد يعني الشغل الذي عمله يعني سويا والعلاقة الوطيدة والعريقة بين الاستوديو وبين الشركة أظن أن هذه هي سياسة ثوني دائما ما تأخذ وقتها في التعامل مع الاستوديو تتعرف عليهم يعني دعنا نقول يعني تنتظر الكيميستري يعني أو التناغم يحصل بين الاستوديو وبين الشركة ومن ثم يكون الاستحواذ أمر سليس ومسألة وقت خصوصا أن هذا الاستوديو يعني هو استوديو ريميكات وبالتالي فهو يعني يخدم التوجه الياباني بصفة عامة التوجه الياباني هو توجه يعني نقول نوستالجي يحب دائما إعادة العناوين العميقة والعريقة والقديمة وما أكثر هذه النوعية عند بلايستيشن يعني بلايستيشن كما نقول لونت طفولتنا بهذه العناوين صحيح أنا أشوف هذي سياسة بلايستيشن سياسة بلايستيشن بالاستحواذات شفنا شغلهم كذلك مع هاوس ماركيو اللي يسور تيرنا أتوقع أن هذا اسم يمكن أن أقول اسمه غلط سوالهم بلعبتين قبلها كانوا حصرية أعتقد وكذلك استحواذهم على ستيديو نكسس يمكن اسمه ستيديو خاص بعمل قورتات الألعاب للبي سي وواضح توجههم بأنه يبون ألعابهم تنزل على البي سي والسبب أنها يعني تزيد مبيعات ودفعات اللعبة كمبيعات فشفنا هورايزن بعد ما نزلت بالمجان وبعد ما قامت نزلت بالبلس نزلوها على البي سي أو بعدها نزلت على البلس بس عموماً أطاها بوست كبير ودفع كبير في مبيعات هورايزن وكذلك أنشارتد فور ولوست لقاسي يعني لعبتين أنشارتد أعتقد موجودة بالكليكشن مع البلاي ستيشن فراح يكون زيروا مبيعات حقها لكن لما تروح على البي سي بالري ماستر مالها أتوقع رايح يطيها بوست للمبيعات ويردون فيها فلوس اللي يستحوذوا عليها الستيديو اللي قعي يسوي الري ماستر أتوقع اسمه نيكسس أو نيكسس سوفتوير فأشوف بلاي ستيشن تحب تشوف أداء الستيديو معاها تشوف شنو وضعها وبعدين تاخد قرار استحواذها وهذا مو شي غلط يعني بالنهاية شفنا الصفقة الناجحة اللي أنا أشوفها أفضل صفقة خل عنك باتهزدة خل عنك أكس بوكس وشسمة واستحواذاتها تكلم أن بلاي ستيشن أفضل صفقة ناجحة أنا أشوفها وهو لصالح بلاي ستيشن ستيديو ونصميحك على الرغم من أنه اشتغل مع أكس بوكس في سنست أوبردرايف ولكن بلاي ستيشن استغلت الوضع وخذت الستيديو وتنشوف أن الستيديو حاليا وهو اللي شايل بلاي ستيشن في بداية هذا الجيل يعني قدم لنا لعبة راتش تن كلانك قدم لنا سبايدر مان مايلس مورالس في أقل من سنة أعلن عن سبايدر مان 2 أعلن عن وولفرين نعم ممكن سبايدر مان 2 من طولة شوية في 2023 وبعدها وولفرين فأشوف أن الستيديو نعم شايل شايل بلاي ستيشن أكثر من السيديواتها الحصرية أو الطرف الأول القديم أنا قاعد جثمي البر دمانة الآن نحن نتكلم يعني كما قلت أخ أبو حمد أن إنسومنيك أضاف الكثير لستيديوات بلاي ستيشن يعني أظن أن وضع بلاي ستيشن مع التسعيرات الجديدة مع الأمور السلبية التي ظهرت لو لا إنسومنيك في الصورة يعني لربما كانوا قد يعيشوا يعني سيناريو البلاي ستيشن 3 أو شيء من هذا القبيل لكن يعني وجود إنسومنيك في الصورة يعني كما نقول حمل الماركة وحمل اسم سوني عاليا يعني وجعلوا دائما في مكانة الرياضة وهذا شيء يعني جيد جدا للصناعة أن تكون الشركات شركات الطرار في الأول شركات قوية جدا لأن هذا ما يدفع الصناعة إلى الأمام الآن نحن نتكلم عن بلاي ستيشن قبل هذه السنة يعني كان لديها 12 أو 13 ستوديو حاليا نتكلم عن 17 ستوديو يعني خلال هذه السنة استحوذت على تقريبا 5 ستوديوهات يعني ليس كلهم داخل مجال الألعب هناك ستوديوهات تقنية لكن نلاحظ أن حركة الاستحواذات أصبحت أكثر فأكثر الآن هل يمكن القول أن يعني الصوني أصبح لديها الاكتفاء الذاتي من ناحية الطرف الأول أم أن يعني لازال ينقص شيء ما شوف ما أعتقد في شركة عندها اكتفاء خصوصا خصوصا مع الاستحواذات اللي صارتها اليومين حلو وما تدري شنو رد المنافس وخصوصا الجيل في بدايتها فأنت تبي شركات تكمل معاك الجيل وكذلك التبنيلك ممكن جيل قادم يعني بضرب مثال شريع نوتي دوغ استحوذوا عليها بل 2001 أمانة أمانة ورأيي شخصي ممكن يختلف معايا الكثير ولكن صريت نوتي دوغ وإن ستيديو طرف أول من يعني يعتبر من الفيرست كلاس عند سوني هو أنا بوجهة نظري من بعد لاست واست بارت وين هذا اللي أنا أشوفه بالنسبة لنوتي دوغ يعني يقدموا ألعاب أدفنتشر جميلة مثل سلسلة انشارتد ولكن اللي وضع ما كانت نوتي دوغ مثل ما هو حاليا موجود هي لعبة لاست وفا سبارت وين ممكن نقدم كراش وقدم هالأمور لكن نقدمها في فترة ما أعتقد يعني في المنطقة عندنا كنا نهتم حق الاستيديوات نفس الوضع الحالي هل تكتفي الشركات والاستحواذ ما أعتقد هل في استحواذات قادمة نعم أعتقد شنو ناقص بلاي ستيشن بلاي ستيشن ناقص استيديو يطور ألعاب ملتبلاير بشكل صحيح هذا الدفاكت اللي عندهم ما ما أعتقد إن في عندهم لعبة ملتبلاير عايشة ليه الحين يعني كلعبة ملتبلاير ديستركشن أول ستار لعبة السيارات أتوقع نزلت بالفلس وماتت ألعاب كثيرة صراحة يعني حط عندك في في البيك فول حق بلاي ستيشن واللي كان سببها صراحة أمانة هو بلاي ستيشن لعبة ماك من زيبر انتراكتف لعبة ماك كانت لعبة تمثل ثورة بوقتها بأن أعتقد 128 لاعب ضد 128 لاعب ما خاطر ظني أو 64 ضد 64 وكانت ثورة في وقتها ولكن بسبب سيرفرات بلاي ستيشن هلو من أنتاني ميوت أكمل أكمل أخ فلعبة ماك بسبب بلاي ستيشن سيرفرات لما تهكرت اللعبة شبه ماتت وبعد هايت بلاي ستيشن وبعد السيرفرات ما وقفت بدأ لا تدعم الستيديو اللي كان ماشي بالطريق الصحيح يعني أقول لك كان وقت ها ماك لعبة لعب بالسوق اقترت الستيديو وصكرته الستيديو هذا كان يقدم لك لعبة حصرية باسم سوكم وأنا شخصية من الألعاب الجميلة هذه اللعبة غيابها يخلى لعبة تتفرد بالساحة من ناحية ملتبلاير من ناحية سنجل بلاير من ناحية كل شي فنعم أعتقد بلاي ستيشن تحتاج الستيديو يقوم في عمل لعبة ملتبلاير بحجم كبير كذلك من الألعاب والدليل إنه لما تسوي لعبة ناجحة أونلاين الناس تستمر فيها مو شرط تكون أدكتف نفس فورتنايت ولا وورزون ولا هالأمور هذي أحد الأشخاص هو أرسلي والخاص نعم اتفق مع أونلاين أوتلاست سوري لاست بس الفاكشن في الجزء الأول كان جدا روعة وجميل نوتي دوغ ابدعوا في هذا الأونلاين الحين يعيش تقنون ممكن على فاكشن بارتو بس يحتاجون استيديو مخصص بقيام أو يسوي هالألعاب يعني يسوي ألعاب أونلاين بمستوى عالي مش بمستوى دستركشن ونستر كما قلت أخ أبو حمد أن يعني دائما المولتيبلاير يعني حتى لو لذيك عنوين قوية ما يجعل العنوين حية ودائما متداولة ودائما على على رأس قائمة المبيعات هو المولتيبلاير لأنك مثلا إذا عملت طور قصة مهما بلغت روعته مهما بلغت روعته يعني كم من مرة ستختمه مرة مرتين ثلاث مرات إذا كان لديك القرص قد تتبادل به قد تعطي إلى قد تبيعه قد يعني أو إذا كنت يعني منزل اللعبة على شكل ديجيطال فخلاص يعني سوف تهم إلا ستمسحها حتى تعود إليها بعد سنوات لكن المولتيبلاير هو ما يجعل اللعبة يعني حية دائما دائما اللعبة تتجدد ولديك يعني دعم مستمر هذه الأمور يعني سوف تجعل من عنوين سوني أكتر حيوية وأكتر استمرارية على ما هي عليه الآن هي يعني نحن لا نتكلم في هذا الموضوع عنوين سوني عنوين قوية جدا عنوين يعني ماركة مسجلة عنوين يعني ضخمة بشكل كبير ولا أحد يشكك في الجودة لكن أنت عندما تكمل اللعبة يعني تحس أن ينقصك شيء ما يعني يجذبك مرة أخرى لللعبة يعني لو طور سوني هذا هذا الجانب وكما قلت أخي أبو حمد يعني وأشكرك على هذه الملاحظة الدقيقة جدا أن طور الأونلاين عند بليستيشن لا بد أن يتطور بشكل الطور مالتيبلاير والأونلاين لا بد من تطويري بشكل كبير يعني نتكلم عن سياسات سوني نرى يعني حاليا في هذا الجيل أن سوني يعني تركز بشكل كبير على العنوين الضخمة لاحظنا يعني الحدث الماضي الجزء الأول من الحدث كان في يعني ستار وورز كوتور كان يعني كان في فورسبوكن كانت ألعاب يعني جيدة وجميلة لكن ضخم جدا كسوبرهيرو يعني لديه شعبية خارقة نتكلم عن سبايدر مان 2 يعني لا يحتاج الحديث عنه ونتكلم عن يعني عنوان أصبح يظاهل السوبرهيرو يعني عندما نتكلم عن كريتوس يعني هذا أصبح شخصية أيقونية حتى حتى بر عالم الألعاب جود أوف وور وهذا ما كان قد صرح به جيم راين في السابق قال أن حاليا التركيز لتركيز سوني سوف يكون على العنوين الضخمة العنوين القوية الكبيرة ألا ترى أن هذه يعني أخي أبو حمد يعني في المقابل لدينا إكس بوكس تحاول أن تنوع الألعاب تحاول أن تجني العديد من الإستوديوهات أنا أرى شخصيا أن سوني يعني ألا ترى أن هذه الخطوة ذكية جدا لأنهم ليس لهم المال الكافي لمجارات إكس بوكس على مستوى يعني كثرة العنوين وكثرة الإستوديوهات واتجهوا إلى هذه الخطوة يعني العنوين الضخمة التي تجذب الجمهور يعني كيف ترى هذه الخطوة أخي أبو حمد شوف هي بالنهاية عناوين بلايستيشن عناوين قوية لو غابت عناوين بلايستيشن من السوق ممكن ينزل مستوى السوق أصلا أنا شخصيا أشوف جديد يعني لابد أن أنت تلعب ألعاب تحمل قصة عميقة تحمل جيم بلاي ممتاز تحمل هذه الأمور أنا ما أختلف مع أي شخص ممكن يقول لي ألعاب بلايستيشن حصرياتها يعني لها مكانتها بالسوق أنا أحد الأشخاص راجعت لعبتين أعتقد لبلايستيشن حصرية كانت هذه السنة راتشة تن كلانك وراتيرنل أعتقد هذين اللعبتين الحصرية اللي أنا راجعتهم واثنيناتهم عجبوني أمانتهم اثنيناتهم ألعاب أشوفهم جدا 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 ممتازين ليش لأن هذا توجه بلايستيشن بتقديم ألعاب سينمائية قصصية بحثة ولكن أنت تحتاج بأن يعني أنت بنهاية البلاتفورم اللي يعني لو استثني السويتش والنينتندو لأنهم من كوكب آخر أصلا أنت البلاتفورم الأول من ناحية المبيعات من ناحية اليوزرز حاليا كبلايستيشن فور بلايستيشن فايف مجتمعي فأنت تخيل أن أنت ما تملك لعبة أولاين قوية يعني في كثير من الناس حاليا متحمسين لهيلو تسجيل حق الأكسس البيتا هل هذا يعني يخليهم أن ينتظرون بس القصة ولكن الكثير ناطر أولاين من يلعب القصة قليلا قليل الأشخاص اللي يشترون هديون يلعبون القصة باتلفيلد نازلة كطور أولاين فقط ألعاب الأولاين هي الألعاب اللي ممكن أقول عنها حاليا هي مينستريم قبل نصف نطلع من سبيس أوبيسوفت أعلنت عن غوست ريكون فرونت لين لعبة أولاين بحت يتلعب وتلعبون التوجه لألعاب الأولاين مو الرخيص لأنا ما أعتقد بلاي ستيشن لو سوت الرخيص راح يفشل عندنا أمثلة ديستركشن أول ستار هي أسمها ديستركشن أول ستار ولا أنا قاعد أخلط لعبتين مع بعضا أعتقد ديستركشن أول ستار ديستركشن يعني لعبة سيارات وبعد فديستركشن أول ستار نزلت على فلس أول يوم أوكي اللعبت ثاني يوم اللعبت بعدين وين اللعب أنا دائما أشوف أفضل شيء أو أفضل مثال ناجح لأي شخص أو أي شركة بتسوي لعبة أونلاين free to play وتخليها تعيش أكثر فترة وأطول فترة هو مثال فورتنايت مطورين فورتنايت اللي كل فترة الثانية نزلوا لك event يعني حتى اللعب اللي ترك اللعبة ممكن يرجع حق event ويكون event in game فأنت تسحب داخل اللعبة مرة ثانية أعتقد playstation تحتاج إلى ألعاب أونلاين ضخمة متوعد أنا صراحة أنه ممكن أشوف faction part 2 جميل لأنه أنا قضيت فترات طويلة في faction part 1 من لعبة last of us ومن الألعاب الأونلاين اللي أجبتني بشكل جدا جدا كبير فأنا أشوف التنوع لازم يكون مو شرط تنوع يعني أنه يغير style اللعبة يعني يخليها open world يخليها cinematic third person ولا first person لا كذلك حتى التنوع في طور اللعبة طور قصصي طور multiplayer أنا أشوف من وجهة نظري هذا اللي ينقص playstation حاليا من ناحية حصريات طبعا قاعد أتكلم فقط الحين عن موضوع الألعاب من ناحية حصريات وهما ينقصهم لعبة كبيرة تقدم على طريقة الأونلاين سواء free to play ولا مو free to play لأن لعبة ما كانت free to play كانت تروح تشتري cd وتلعب ما أتكلم عن أن اللعبة تكون free to play حتى لو تنشرها بس يكون أونلاين محترم يعني هذا يعني شيء ينقص سوني بشكل كبير لكن أرى أن هناك potential مثلا عندما نتكلم عن Grand Tourism 7 التي ستخرج قريبا حاليا يعني Forza Horizon 5 على أبواب يعني الخروج وأصبح إصدارها قريب جدا لكن نلاحظ أن لازال لعبوا Xbox لازال لعبوا Xbox يعني وتمضي وقت مرح وللمعلومة فقط أنا شخصيا لست من لاعبي السيارات لكن أكثر لعبة أمضي علي الوقت يا Forza Horizon فور لأنك يعني تمضي بعد الوقت مع أصدقائك ويكون الأمر مرح فأظن أن GT 7 لا هذا الـ potential أن تكون يعني لعبة كتجربة أولية للعبة التشاركي لا هال potential أنها تكون جاذبة للجمهور ألا تتفق مع أخي أبو حمد شوف GT هي لعبة simulation فأقارنها Forza Horizon ما أقدر رح أقارنها يمكن Forza Motorsport هي لعبة بالنهاية simulation يعني إذا تلعبها يعني مع ربعك كأونلاين تتنافس معهم من ناحية السيارات وسيارتك أفضل ولازم تكون أنت محب لهذا الجنراء أي لعبة أولاين لازم تكون محب لهذا الجنراء سواء لعبة بات الريال تيرفيرسن ولكن مو هذا النظام اللي أنا أتكلم عنه أشهر ألعاب الأونلاين حاليا هي First Person Shooter حلو ولي أشوفه أنا PlayStation تفتكر صراحة من ناحية هذه الجنراء ما أذكر ألعاب عندهم First Person Shooter غير كلزون ولي كذلك PlayStation قتلت الفرانشايز هذا حتى الآن ولي أنا أشوفه فرانشايز جميل جدا يعني أذكر أيام PlayStation 4 أول لعبة أنا لا لا Forza Horizon ما أدري ما أسمعتك يونس أتأسف يعني كان عندي مكالمة الصوت الآن مسموع يعني لم أسمع مدخلتك كلها لكن إذا يعني تكرمت وقعت لي صراحة لم أسمع Forza Horizon حلو أنا شخصيا ما أقدر أقارنها GT يعني GT اللي بتنزل Gran Turismo السبب أن هذه اللعبة Gran Turismo هي محاكاة بالسيارات لكن Forza Horizon صايرة شوية على Arcadia Style إذا بقارنهم بجيب Forza Motorsport اللي هي النظام المحاكاة اللي اللي يردون على GT أو Gran Turismo فالأونلاين فيها شوي ك Gran Turismo يعني إذا أنت تبي تلعب أونلاين مع ربعك فهي بالنهاية simulation محدودة بسيارات والأمور هذه ولازم تتفضل هذا الجنرال وكذلك أي لعبة أونلاين لازم تكون أنت نفضل هذا الجنرال أتكلم عن First Person Shooter أونلاين بلايستيشن ما تم First Person Shooter أونلاين على حد علمي ما أدري إذا في أحد ممكن يصلح لي فأتوقع يعني في Killzone على سبيل المثال أحد ألعابهم من Gorilla Games واللي أصلا بدأت مع Gorilla Games ألعاب جميلة PlayStation 4 أنا أول لعبة ختمتها لنا هي كانت حصرية لنازل الإطلاق بعنا الجهاز هي لعبة Killzone Shadow Fall وكانت بالنسبة لي عجبتني كتصوير وذاك الوقت 2013 كتصوير وغصومات وشيء كان جدا جميل فلازم التنويع التنويع من ناحية أنه عندي لعبة أونلاين First Person عندي لعبة أونلاين سيارات عندي لعبة أونلاين Adventure تقيسها على المنافس أنت لازم تقيس على المنافس مني يخدم أنا أروح آخذ منه هذي الأشخاص اللي يخدمهم هني الفكرة الفكرة بالمنافسة أن المحل اللي يم شنو يقدم حق زباينة شلون أنا أقدر أسحب زباينة عندي هني الفكرة حتى لو أنا حتى لو أنا يعني متقدم بالصدارة بنهاية حتى المتقدم بالصدارة يبي يكثر أو يبي يفتح قاب أو يبي يسوي مثل ما تقول مسافة بيني وبين اللي وراي في المنافسة فأنا أشوف الأونلايم إن جنرال مفروض بلاي ستيشن تهتم في أكثر وأقول لك هم تؤهد إن شاء الله خير في الفاكش المود كما لاحظنا يعني جميعا أن مؤخرا بلاي ستيشن أصبحت يعني تنزل العنوين على البي سي أظن أن هذا من جهة هو شيء جدا إيجابي بالنسبة لها يعني ستكون يعني معروضة للاعبين أكثر يعني أنه المعبعات أكثر وحتى هذا يضع للأونلايم يعني إذا كان لديك الأونلايم في الأول وفي الأخير من ينجحون اللاعبين يعني كلما كان لديك القاعدة كبيرة فسيكون لديك لاعبين أكثر وبالتالي اللعبة ستكون ناجحة ولكن من جهة أخرى ألا ترى أخي أبو حمد أن هذا الشيء قد ينهي يعني بشكل ما أسطورة الألعاب الحصرية على بلاي ستيشن فور لأننا نراحل أن التوجه حتى الألعاب التي كانت شبه مقدسة على البلاي ستيشن ستكون يعني سوف يتم يعني إنزالها على البي سي إنشارتد نسمع يعني الإنشاعات عن غادة فور الأول غادة فور الريبوت وبالتالي أظن أن غادة فور راجناروك ستكون آتية في الطريق أليس هذا يعني هذا التوجه قد يجعل يعني قد يخلف بعض يعني ردود الأفعال السلبية بالعكس أنا شخصيا أشوف شيء جدا ممتاز حق بلاي ستيشن وحق اللاعبين بشكل عام شلون حق بلاي ستيشن هي تحط الألعاب مشارط تنزلها دي ون وأعتقد أعلنوا إنما راح تكون دي ون الألعاب على البي سي وهذا من حقهم حصرية جهاز تكون عندهم خلاص أكس بوكس قاعد تدعم منصتها أكس بوكس جيم باس لأنها هي بالنهاية وأنت ذكرت كذا مرة هي قاعد تبيع الخدمة مش قاعد تبيع الجهاز بلاي ستيشن لا تبيع الجهاز وكذلك تبيع اللعبة وهذا من حقهم وبيزنس ناجح وقاعد يخليهم leading in the market الحين أنت تتكلم إذا اليوم الأول انزلت اللعبة هنا راح يثير غضب فان بلاي ستيشن وأنا ما أشوف هذا التوجه الصحيح صراحة اللي تقوم في بلاي ستيشن بأنه من دي ون تنزل اللعبة كمن ناحية بيزنس ومبيعات للعبة مجرد أن مبيعات اللعبة تبدأ قل على منصتي أروح أدعمها بمنصة ثانية مثل البي سي وحط لهم ريماستر حتى أشوف إعلان هورايزن أنه أنت تقدر تعدل على السيتنج واللعبة تدعم ألترا وايد وغيره وغيره يعني إعلان ما شفت أنا بأمري في طول مسيرتي في البي سي بأن الشركة تقولك أنت تقدر تعدل على السيتنج بالتريلر فواضح أنهما يعني ترى هذا مو بورت عادي لا إحنا مشتغلين عليه بشكل صحيح يعني بورت مناسب للبي سي مش اللعبة نفسها حطيناها حط هني وهني لا إحنا ضبطنا لكم إياها حق البي سي وفعلا هورايزن فوربيد ان ويست أو هورايزن زيرو دون آسف هورايزن زيرو دون ترى وقت نزولها عدلت قوانين كثيرة في ستيم عدلت قوانين كثيرة في ستيم ستيم قبل تشتريم الأرجنتيني يعني وتسوي أكاونت أرجنتيني شي سهل جدا الحين صار الأمر معقد وصعب السبب ترى كان لعبة فوربيد هورايزن زيرو دون أو شفيني أنا قاع خلطة سامي هورايزن زيرو دون حلو السبب أن الناس كلهم شروها أنها نزلت كان تقريبا تقريبا بتلت دانير تقريبا كويتي حلو يعني نتكلم عن يمكن أربعين ريال لعبة نزلت بالأرجنتيني فالناس كلها شارت من الأرجنتيني يا رجل يمكن الناس كل اللي عندهم ستيم شاروا فتخيل أن اللي شاروا اللعبة أكثر من عدد سكان اللي ساكين بالأرجنتين في مشكلة في مشكلة عند ستيم فلذلك ستيم عدل القوانين ورفع سعر اللعبة ثلاث أضعاف وصلت إلى تسع دانير يعني ممكن تتكلم عن ما دري يمكن تلتعشر أمية ثلاثين ريال شي شيدي فالتغيير القوانين كانت بسبب لعبة هورايزن زيرو دون هذا يبين لك أن نجحت اللعبة على منصة ثانية وهي البي سي بالنهاية دعمت مبيعات اللعبة لرصيد بلاي ستيشن بلاي ستيشن لما شافت أنه نعم أنا غافلة عن هذا السوق سوق في ملايين الأشخاص بعدين تعلمت الدرس من بعد Data Stranding بس Data Stranding طبعا مو من نشر سوني في ستيم من نشر 505 و505 بروحهم قالوا أنه أرباحنا من اللعبة 23 مليون في مناصة ستيم إعلان Uncharted 4 و Lost Legacy نهار رحتي على البي سي الحل أنا اللي أشوفه دخول سوق أو دخول سوني للسوق في البي سي هو عن طريق لانش خاص فيهم لبروفت 100% لهم خلك من اللي يقول مايكروسوفت أو البي سي منصة كاملة لمايكروسوفت وتطور فيها برنامج لازم تدفع حق مايكروسوفت هذا الكلام غير صحيح تماماً أنت ما تحتاج تدفع سنت واحد لمايكروسوفت عشان تطور عليه منصته لأنه Open Source تقدر أنت تبرمج أي برنامج وتحطه فبلايستيشن تقدر تطور منصة خاصة فيها تحط اللونشار الخاص فيها اسوتم بروكستار اسوتم بيوبيسوفت اسوتم بي أورجين اسوتم في ستيم أبيك جيمز كل هذي اسوتم بأكس بوكس نفسهم لما حطوا اكس بوكس كأمبليكيشن وبعدين الحين مع وندس 11 بلت ان مع وندس فتحط لها منصة خاصة فيها اللعبة اللي تبيع هتاخذ البروفيت 100% ما تتشارك مع أي منصة ثانية فهذا أشوف بيزنس ناجح متى ينزلونها إن شاء الله نزلونها بعد 6 شهور 7 شهور أوكي انت بتخسر كم بالمئة من عدد اللي راح يشترونها من بلايستيشن إذا عندهم بلايستيشن أنا شخصيا ممكن لعبة أشتريها لما تحمسها ورد عيدها البي سي بتجربة مغايرة ممكن بفريمات مفتوحة وغير 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 من هالأمور وكيد يعدلون عليها بالنهاية المستفيد بلايستيشن مستفيدين طبعا أكثر مستفيد هو بلايستيشن لاعبين البي سي اللي ما يملكون بلايستيشن وعندهم بصبر ينطرون 6 شهور على لعبة هم مستفيدين ما أحس إن في ناس راح تغضب من هذا بعد 6 شهور وعساسي يسوي لكم حصريات أكثر وتجيني سي لأكثر الألعاب قادمة حتى فانز بلايستيشن بيقول لك صحيح صحيح قبل كل شيء قبل ما الداخل حب أكرر ترحيبي بالموجودين وبالنسبة للأخ اللي يبغى يبغى يشارك عفوا المساحة بنترك إن شاء الله مجال المشاركة بعد ما نفرد كل المواطن أخوي محمد أنا شفت شفت بودكاست في الهب المجموعة الجميلة اللي تزامنك في هذا البودكاست وتكلمت خلالها عن المراجعات وعن منطقيتها من عدمها أنا ما بغى أخليك تريد نفسي الكلام في البودكاست لكن عندي سؤال آخر وإحنا كلنا نبغى نستفيد وكلنا موجودين هنا للفايد أن ترى من المخ يعني من المخول أو المنطقي أنه يراجع خالد أحمد خالد أحمد خالد أحمد خالد أحمد فقط لا مو فقط بس يعني أنا أنا تبي بالعرب أنا 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 يمكن ما وضحت سؤالي أنا قصلي الشخص نفسه كيف يكون مخول لمراجعة قبل قبل تسجين الأشخاص اللي يعجبه أنا يعجبني خالد أحمد يعجبني منطقية خالد أحمد تعجبني تحليل خالد أحمد وممكن بودكاست كامل يعني شوفه هو مو موجود وأنا متأكد أنه مو موجود هنا والشباب اللي موجودين فيهم الخير والبركة حلو ويعني أمدح هذا الشخص لأن أنا معجب في هذا الشخص كطرحة واللي قدم يعرفت وشخص يعني ما يقول شعر وخزعبلات يعني يقول كلام منطقي الحين من المخول أنا من وجهة نظري المخول في عمل المراجعات هو اللي يكون أول شيء أول شيء أول شيء يحط في باله عساس يراجع يبتعد عن شيء اسم عاطفة وعاطفية مع الشركة ابتعد العاطفة تدمر المراجع تدمر المراجع أنا شخصيا أنا شخصيا وقعت في هذا الخطأ وقلت في بودكاست من بودكاست تلهاب قلت أن أنا وقعت في هذا الخطأ وشلت المراجع شلت المراجع عندي بالقناة وحطيتها لسبب أنها كانت مراجعة عاطفية والحين لو أسمعها أو أي شخص تاني يسمعها ويشتري اللعبة اللي أنا تكلمت عنها وقعتها التقييم الفلاني هذا يعني أنت بنهاية الكود يوصلك من الشركة 60 دولار بس تخيل في عشرات الأشخاص رح يسمعونك ورح يدفعوني 60 دولار اللي أنت ما دفعتها اللي أنت شخصا ما دفعتها حلو فرضا أنت كنت متحيز للشركة ولا خايف الشركة ما يعطونك كود ثاني ولا أول عمل بينك وبين الشركة ومتحمس أن إذا عطيتها عشرة ممكن يعطوني أكوات ثانية ممكن تجينه فرص أكثر هنا أنت تدخل في سكة الغش التجاري خصوصا أنت كانت لعبة في لوب أنت رح تدخل بالغش التجاري أنت قاعد تقش الناس أنت قاعد تقول أشياء يعني في مراحل من المراجعات ناس تقول أشياء أصلا مو موجودة يعني يبتدع من مخيلتين الحين منه المخول المخول قلقت لك شخص له باع في يعني مو شرط أن يكون لاعب كل شي ولكن على الأقل في مقالات وفي كتب وأقدر أرسلك إياها بالخاص ونزلها عندك بالحساب في مواقع متخصصة تدفع لهم اشتراك سنوي أو شهري يوميا يوميا الساعة تقريبا عشر بالليل حلو طبعا توقيتنا يدزولك مقالة أو دراسة في تحليل الألعاب أو أي شيء خاص بالألعاب حتى لو شيء فرضا عن الـ عن الـ هذه الأمور أنا أمانة مشترك فيهم ما أقرأ كل يوم لأن اللي دززونه تقريبا يعني الـ عادي 260 صفحة ما أقرأ كل يوم يعني إذا في مواضيع معينة أقراهم فرضا في موضوع قريته وأنا كنت مسافر ثلاث ثري برسبكتف تكريتسايز الجيم يعني تكون ناقد للعبة من ثلاث يعني محاور أو مناظر شيء شيء ومقالة تقريبا فيها 350 صفحة فتقراها ويقول لك عن محور محور شون أنت تنتقد يعني تنتقد الـ أو تنتقد الـ 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 ف كان يعني article جدا ممتاز وجدا جيد راجع ألعاب خفيفة يعني لا تراجع من البداية فرضا ألعاب متشعبة يعني غالبا السي RPG أو الـ 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 الألعاب التي تكون منظور آيسومتري والتي من فوق تكون متشعبة صح في جو يعني من خارج الغطاء الناس تشوفها لعبة بسيطة ولكن هي متشعبة وداخلها أمور كثيرة ومعقدة فأنت لا يعني لا تدخل نفسك أحبال شائكة معاها راجع ألعاب مينستري طور من نفسك شوف مراجعات ناس اقرأ مراجعات ناس حتى لو أنت ما تأخذ برأيهم بس اقرأ ليش عشان تتعلم وين هو وقع بالخطأ النقطة المهمة بأن أنت تلعب اللعبة كاملة وهذه أهم نقطة هذه أهم نقطة تلعب اللعبة من أول ستارت للكردت ما يطوفك ولا شي فيها المفروض هذا للأسف ما هو صاير وملحوظ وتقدر تكتشف لو لو تركز دقيقتين على على الوقت اللي وصل فيه الكود والوقت اللي راجع فيه اللعبة بدون تسمية فبتحس بكل بساطة بتعرف أنه من الصعب يعني مو بطبيع إن منزل حلقتين منتجها ويشتغل عليها قبل لا يراجع وصل على الكود وأشعر الناس بوصول اللعبة له بعدها بساعات أو بساعات معدودة حتى ما تجاوز اليوم يقيم اللعبة هذا مو منطقي هذا الأمانة أنا أراه يعني بشكل كبير هو ما لعب اللعبة أو يمكن لعبها لكن لعبها من باب التجربة يعني السقصة بس عن اللعبة كأنه شايف ترايلر اللهم أنه لعب ترايلر هذا وجاي قيم لعبة كاملة عمل ناس عملت سنوات ناس منتظر اللعبة ومنتظر تقييمة لها بحكم أنه لها مشاهدات ولها يعني إرث في أي أن كان هذا الإرث لكن كذا ولا كذا له إرث إحنا للأسف الجو العام في المراجعات الناس أغلبها مع كامل احترامي للجميع والله يوفقهم وتدب لمشاهداتهم إن شاء الله وكل أرباح ما عندي مشكلة مع هذا الجانب لكن أنا أقول أنه للأسف الجانب الناس المشاهير بشكل كبير في موضوع المراجعات الألعاب أنا بدون يعني بكل احترام للشخصهم أنا ما أراهم مخولين للمراجع ما أراهم مخولين للمراجع بنسبة كبيرة من الناس اللي لهم متابعة لهم لهم يعني حيز كبير من المشاهدة فما دينت وش رايك باكها شنو تقصد أنهم غير مخولين يعني أنا زي ما قلتك أنا ما عندي خبرة في المراجع لكن مجرد الاستماع لك مثلا لأشخاص آخرين أرى أنه هنا في عمق هنا في أرى أنكم في ريزن الإنسان هذا ريزنبل هذا يقول أشياء أنت حسها في اللعبة تشوفها مثلا في رحلة تطوير اللعبة تشوفها مثلا في إيصال المعلومة أو إيصال القصة للعبين عكس اللي يقيم نقاط نقاط يعني الكل يقدر يقيمها مع كامل احترامي وتلقى بالمقابل هو الشخص اللي توصل الكودات هو الشخص اللي يقيم الألعاب بصفة مستمرة والجانب الآخر أفضل منه بشكل كبير ما أدري أنا عن رأيك لهذا الموضوع شوف في فرق بطريقة التقييم نفسك حلو وشلون تقدر تكون منصف بكثر ما تقدر وفي فرق هنا يعني الشخص ما يتعمق ويقول لك أشياء سطحية وهالأمور هذه لأسباب هو يعني هل يعني ما لعب ألعاب كثيرة بهذا الستايل أو يعني مو مهتم لهذا الجنر بس يعني خلاص وصلني الكود لازم راجع على سبيل المثال أنا شخصيا ألعاب الأونلاين صعب أقيمها قيمت ممكن لعبة لعبتين ولكن بالنسبة لي بتواجهني صعوبة صعوبة كبيرة واستعين بأشخاص يساعدوني في يعني مو عيب يعني الحين على سبيل المثال فرق رايس 6 وصلني كود المراجع حلو أنا مسافر فالوقت ما رح يكفيني إن أنا أخلصها أو ألعبها وبالنهاية ما رح أنزل مراجعة متأخرة ولا رح أنزل مراجعة وأنا ما خلصت اللعبة لذلك استعنت بأحد الأشخاص اللي أنا أثق في رأيهم وأدري رأي مقارب لرأيه بشكل كبير وأدري إن شخص فاهم ويقرأ نفس ما أنا أقرأ فاستعنت فيه قلت له هذا أكاونتي في اللعبة راجع لي وفعلا خلص لي المراجعة حلو وعطاني إياها وبعد تدقيق وبعد يعني روح وتعال وعدل هنا وعدل هناك حلو أعطاني مراجعة كأن أنا لو ألعب اللعبة ولما ألعبتها فعلا في ملاحظات كتبها في بداية اللعبة أنا أتوني أخلص بحثها كانت موجودة في كتابته الحين سالفت أن أبي المشاهدات وأبي هالأمور وهو بالنهاية الشخص اللي راجع لازم يكون آمانة عنده دم وضمير بأنه بالنهاية أنت اللي راح تقوله الناس كثيرة ممكن تأخذ برأيك خصوصا إذا أنت شخص عندك متابعين عندك ناس تثق برأيك ممكن عادي يشتري اللعبة ويدعي عليك طوله الأمر أن أنت خليتها يشتري لأنه كان محتار بين لعبتين صحيح هذا الجانب يعني لأنني حبيت أنه أخو يونس ما قصر في موضوع جيل بلاستيش لكن أنا حبيت أثير هذا النقطة للأثراء المساحة يعني الأمانة الموضوع هذا من زمانة أنا أفكر فيه حتى قبل ما يكون الحسابي تفاعل أو أني أدخل بجدية على الألعاب كنت دائما ما أثق بالمراجعات كنت ألعب اللعبة يعني أنا اللعبة هذه أنا أبغاها مثلا أضغرنا الأصوات مثلا أنا أبغى ألعب اللعبة هذه ومنتظرها أنا ما أشوفي مراجع أنا أشتري اللعبة وأرجعها أنا بنفسي أنا كده ولا كده في وجهة نظري بلعبها أنا منتظرها راح أشتريها وراح ألعبها فما كنت أنتظر مراجعات أي أحد الأمانة لأنه اللي كانوا على أساس مشهير مع كامل احترامي لشخاص الجميل اللي كانوا مشهير ما كانوا يقنعوني ما كانوا يقنعوني يعني يعني حتى وأنا لسه ما بعد أملك حتى مقومات تقييم المراجع لكن أنا كمتابع أنا من حقي أقيم هذا الشخص اللي أنا متابع أنا ما أثق كنت أشتري الألعاب للأمانة قبل لا أسمع عنها أي مراجع يمكن بس أسمع من باب التسويق اللعبة يطلع IGN يصفها بوصف ويعطيها تقييم من عشرة فيمكن يحفزني هذا الشي أو أي موقع آخر لكني أسمع مراجعات لا الآن صرت أثق بناس أسمع مراجعاتهم قبل ما ألعب اللعبة حتى يمكن موجودة ألعاب كثيرة مثلا ألعاب أكس بوكس ألعاب كثيرة مراجعاتهم الحين ما ألعبها وأنا ما راح أشتري شي بس كل اللي قال إني أحمل وصرت أسمع أراء ناس في الألعاب ليش؟ لأنه يقنعني لأنه شخص منطقي بالضبط هذا الحين ما تخيل ما في فلوس أنا أقدر أحمل لعبة ولعبها أنا أول أدفع فلوس لعدم ثقتي بالمشاهير أدفعها عادي وأنا بجرب أجبثني الحمد لله ما أجبثني أسمعها أنا أنا الشخص اللي كان يبغى يشتري اللعبة يعني أنا مثلا تقييمات الناس اللي هو بي سوفت وأنها تعيد نفسها أنا إنسان أستمتع بهذه الألعاب يمكن فيه ناس كثير تخالفني مثلا بعد تغيير تغيير سياستهم وتغيير توجههم في أساسينز كريد فيه ناس كثير ما أحبت أنا بالنسبة لي أي لعبة أي لعبة أساسينز كريد أنا أول واحد يلعبها أجد فيها العيوب اللي الناس تقولها بس مستمتع يعني على التقييمات من أول وكلام الناس ممكن ما لعبها فحاليا بوجود المقيمين أو الناس اللي فعلا ريزنبل في كلام أو في تقييمه لللعبة وتحس أنه ما عنده ما عنده رغبات دفينة يعني في الكلام اللي بيبغي يقوله هنا أنا أسمع للأمان فشكرا لك على توضيحك هذه مسألة أو إعطاء رأيك فيها لأنه للأمان أنا أراها من أهم الأشياء سلفة المراتعات وسلفة مو غش الناس يعني خلني ما أبغى أستخدم هذا يعني أنه أنا أبغى آكل عيش اللي يبغى يشتري اللعبة يشتريها أنا ما أغصب تحد أنا بمدح اللعبة أنا جاني الكود وبسترزق يعني أنا 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 أشوفها شخصيا غش يعني تخيل أنا 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 أشتغل فرضا أو أعطوني شغلة وأقولك هذه الشغلة جدا ممتازة وقوية بس هي شغلة ما راح تفيدك يعني أو أو مو نفس ما أنا صورت لك إياه هذا غش هذا غش يعني ما ما أعتقد أنه في يعني غير أنه هذا غش أنت 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 رفعت لمستوى المنتج اللي أنت قد تكلم عنه بمستوى إيجابي أكثر مما أهو عليه على أساس تقنعني في شراءه وهذه شوف في نوعين في نوع اللي نسوي أغلب العرب حلو واللي هو المراجعة وفي نوع ثاني واللي سوي خالد أحمد بس هو يكتب عليه مراجعة ليش أنا أشوفها مو مراجعة أصلا أنا أشوفها نقد كريتيك مش مراجعة وقلتها من قبل وكان حاضر معنا في الدسكورد خالد أحمد هو اللي سويه كريتيك الحين شنو الفرق بينهم المراجعة أنه أنت تشوفه لتحديد هل هذا المنتج يصلح لي ولا لا يعني الحين لما ينزل آيباد ميني سيكس أنا أحد الأشخاص اللي ودي فيه حلو كأشوف عندنا مراجعات هل المنتج فعلا راح يفيدني ولا ما راح يفيدني وأشوف الناس مطيرة فيه لما استخدمه وأشوف أنه لا مو يعني مو نفس ما هم طيروا أنا نغشيت من المراجعين فنفس الفكرة نغش بالألعاب فيه غش يعني أقدر أذكر لك مثال سريع الحين بس لو ذكرتها يعني راح تصيره الليلة يا سيدي أذكر يا سيدي أضعك بعدين مبارك يزعل أتوقع فهم المثال اللي بقوله النقطة الثانية اللي قدمه خالد أحمد هو نقد النقد متى تشوفه لما أنت تخلص اللعبة حلو وتروح تشوف النقد ليش لأن النقد يبين لك تصميم المراحل شلون كان تصميم المراحل شون sound design نفسه هذه أشياء أنت شفتها بس أنت تتعمق داخل اللعبة نفسها تتعرف فالنقد ما يعطيك أن أنت تشتري اللعبة ولا ما تشتريها فأنت المفروض تشوف أنت تكون عارف عن اللعبة يعني كأن تشوف انتقاد لفيلم تخيل أن أنا أشوف انتقاد لفيلم أنا متأكد أن الانتقاد للفيلم ما حد راح يشوف انتقاد لفيلم قبل لا يشوف الفيلم عشان يكون معاه بالصورة وواضح شنو شنو الشخص اللي جدام ينتقد هل نقطتها صحيحة ولا مو صحيحة كذلك المراجعات لازم تكون منطقي بالمراجع يعني في أحد المراجعات في لعبة نذكر أن ليش زومبي ما في زومبي خال أو أسمر البشرة زينها يعني عفوا بس شكوا ليش ليش شنو راح تفيدني يعني يعني أنا أنا بشتري اللعبة ولا ما بشتريها زين لا لا كواليتي حتى في الزومبي يعني شنو القرار اللي بيتغير يعني إذا ما في زومبي أسمر البشرة في نقطة ثانية للعبة سايبربنك شوف تكلمت أتذكر مع أصابر بسبيس هنا يمكن أن أن سايبربنك أحد المراجعين في Game Informer المخضني أثناء عملية المراجعة لها هي مريضة في مرض الصرع فحشتها نوبات صرع من اللعبة لأن فيها نوع من أنواع الأضواء اللي يستخدمونها علشان يشوفون إذا المريض عنده صرع ولا ما عنده فيسوون شيء يسمى Provoked أن يسببون عليه صرع إذا كان المريض فيه إمكانية أن يكون فيه صرع راح يصير فيه حلو فهذه النوع من الإضاءات كانت موجودة في لعبة سايبربنك والتحذير كان موجود انتقدت اللعبة لأن اللعبة تسبب طيب أغلب الألعاب راح تسبب كذي أغلب الألعاب اللي فيها تحذير وهم قاموا يحطون التحذير كل الألعاب لأنه ممكن يعني لعبة فرضا طافية الليتات حلو وانت قاعد ترمي بسلاح ففيه إضاءات راح تشبب بسرعة داخل اللعبة هذه ممكن تسبب لك نوبة سرعة إذا أنت شخص من الإمكانية أن يصير بس هذه ما لها شغل بالمراجعة هذه ممكن تذكرها بس ما يعني ما تنقص نبغط علشانها ما لها شغل ما لها شغل أوكي تقول أنه تحذير ترى أنا أثناء عملية المراجعة صار واحد اثنين ثلاث محايا وبالفعل المراجعة هذه اشتغلت مع CDPR وحاولوا يعدلون من نوعية الإضاءة وكفاءة الإضاءة الموجودة بس ترى الصوت يصير للوخ لأن المايك مبطل عندك أدره فهذا هو لازم تكون منطقي زين الأمور التقنية هل تدخل باللعبة هل هي يعني على قلوتهم تكسر جو اللعبة بشكل عام نعم الأمور التقنية إذا كانت أمور تقنية تقلل من تجربتك فهذه لابد أنها تكون داخل التقييم وكل الألعاب تدخل بالتقييم مش أستثني لعبة عن لعبة ما ينفع لا تستثني لعبة عن لعبة كل الألعاب مدام أنت عندك مصدرة واحدة تقييم عليها فالمصدرة تكون على كل الألعاب صحيح أخوي محمد أشكرك والله على وقتك للأمانة و موضوع المراجعة يعني يمكن نفرد له ساعات يعني الأمانة فيه أكثر من نقاط ومتشعب وفيه أشياء يعني ما هي يعني كلام شخصي سمعتها بالناس كثير فيه عدم أعجاب عام بالنسبة لمراجعات الألعاب لكن في النهاية أحب أشكرك على وقتك أثريت نبنقاشك كعادتك يا محمد يعني أنا والله شاهدت فيك مجروحة أمانة وأشكرك على وقتك وعندي خبر فقط بس قبل أن نقف المساحة أنا والله الحمد أصبحت مع إيفوي كاست إن شاء الله أني راح أكون أحد أفراد البودكاست هذا وبإذن الله أنا أقدم الإضافة الجميلة وأفيد وأستفيد وإذا عندك شيئة بتقول أبو حمد قبل قبل أنا ما ذبحني إلا فلسمنسر العرب صراح ذبحني أنا فلسمنسر العرب ذبح عموما الله يوفقك في إيفوي كاست من البودكاستات الجميلة اللي طبعا مبارك فيصل زياد مهند وكذلك في أحد الأعضاء بس ما أتذكر شنو اسمه الجد اللي دشوا معهم وعبد الرحمن أكيد أنت راح تكون إضافة جميلة لهم وأنا أقول لك شغلة هذا مسجل كامل فإذا تبي راح أدس الكياه بعدين تاني إن شاء الله هذا أشكرك عليه وخبر جميل اللي كانوا يبغون يسمعون ال سبيس في وقت آخر أشكرك وتفضل أخي يونس لو عندك شيء بغضيخة أخي يونس شكل أخي يونس ممعانا أشكركم جميعا والصراحة تحضر 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 أخي سامحني أخي أبد الرحمن صراحة كان سبيس كالعادة لا نحتاج إعدة المديح لأخ أبو حمد قامة فكرية ما شاء الله في عالم الجيمينغ كل جلسة نستفيد كثيرا منه أذكر نقطة لا يذكر إلا الإنسان العارف بمجال الجيمينغ هو الفرق بين المراجعة والنقد وكيف أن النقد شيء أعمق بكثير يعني لا لا يسعنا الوقت الآن للحديث عن هذا الموضوع لأننا تحدثنا عن أدنك في فرصة أخرى ولكن لم نكمل عليه الحديث دائما أخ أبو حمد تدخلات منطقية تدخلات يعني دائما تضيف للسبيس الشيء الكثير يعني وفكريا وثقافيا ما شاء الله نستفيد دائما من جلساته وصراحة حتى الإنسان يعني يحس أنه يجلس في محاضرة أكاديمية ليست للكلام بين الأصدقاء وهذا يعني شيء جيد جدا ورائع أن يكون لديك هذا النوع من الأصدقاء تتقسم معهم هذه الأفكار دائما تجلس تستفيد تضيف إلى رصيد المعرف في أفكار جديدة ودائما لن وفي وحقه يعني مهما مدحناه فالأخ أبو حمد يعني أخلاق وقيمة فكرية ما شاء الله يعني تبارك الرحمن بالنسبة لإخوة الحاضرين سأجدد لهم يعني الشكر وأجدد لهم الاعتدار دائما عن إذا كانت هناك أخطاء لهجة يعني أشياء من هذا القبيل يعني أرجو أن يسامحون ويتجاوزوا عن هذه الأخطاء أو السهوات وأجدد لهم الشكر لأن دائما عندما أرى يعني هذا النوع من التجمعات وهذه الجماهير وهذا العدد فهو شيء يعني يذهب مباشرة إلى القلب فليس من السهل أن يعطيك شخص يعني حتى دقيقة من وقت فهذا شيء جدا كبير جدا يعني تتأثر بشكل كبير فما بالك يعني بأربعين أو خمسين شخص يعني ربما أن اليوتيوب والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي جعلت من هذه الأمور أمور تافهة يعني عندما يكون شخص لديه يعني قناة يرى المشترك مجرد رقم ذلك إنسان لديه يعني أفكار لديه أحاسيس لديه وقت لديه حياة فعندما يمنحك تلك اللحظة أو تلك الدقيقة أو الدقيقتين فهو شيء كبير جدا 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 يعني أن يضع كل شيء في الحياة ويأتي ويعني ويحضر لما تقول فهذا شيء يعني لن أوفي لجميع الحاضرين كل بإسمه حقه في الشكر يعني شكرا لكم جزيلا بهذا الدعم بهذا بهذا التشجيع يعني شيء كبير جدا جدا والشكر لك موصول أخي عبد الرحمن ومبارك لك يعني انضمامك للبودكاست وأنا متأكد أنك ستضيف الكثير لأنك شخص يعني من أرواع ما حدث لي في تويتر أنني قابلت شخصا مثلك ويعني آخر ما أقول وأجدد شكري لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بس عبد الرحمن إذا تسمح لي تفضل تفضل شوف دائما دائما أو كثير أسمحها بأن أنا يعني هذه كلمة بصراحة ودي أقولها بخاطر لأن حتى لما أعلنت أنت عن سبيس قلت رح يكون أو قال رح يكون في يعني تسفيل في بلاي ستيشن وتطبيل في إكس بوكس أنا شخص أملك الجهازين ألعب على الجهازين منصتي الأساسية البي سي يعني ما ليش يغل بالكونسل وور دائما أتكلم عن بلاي ستيشن سياستها واللي ما أعتقد فيه شخص حتى لو كان فانبوي لبلاي ستيشن موافق بقرار سبعين دولار موافق بأن الخدمات اللي كعتقدمها إكس بوكس ما تكون عنده بحجة بأن ألعاب ما أعتقد فيه شخص واعي لدرجة أنه يرضى أنه أدفع أدفع زيادة سبعين دولار شخصيا أنا ضد السياسة ولكن لما نجي حق تقييم لألعاب مستوى ألعاب ذكرت هذا الشيء ذكرت في سبيس نقطة أن بلاي ستيشن لو ما موجودة بالسوق بألعابها الحصرية مستوى وكواليتي الألعاب رح يقل ما أشوف أن هذا إنقاص في حقهم ولكن أنا ضد سياستهم نعم وأشكركم على كلامكم الطيب سواء عبد الرحمن أو أخوي يونس وبالعكس استفيد منكم أكثر ما يعني أقدم أي فايدة ولأي شخص موجود دائما وأنت تدري عبد الرحمن الدايركت مفتوح لأي سؤال لأي خدمة لأي شيء بالوقت اللي أكون فاضي فيه صدقني ما راح أقسر و أي شيء حتى لو تبي من أين تزد المكشغلات وكثير سويتها في الخاص ليش لأن بالنهاية إحنا بمجتمع واحد مجتمع جيمينج لا ينبني هذا المجتمع على الحسد والكراهية والبغض بين البعض وأنا شخص أحب الأشخاص اللي ينتقدوني أكثر من اللي طبلوني عمانة ليش لأن اللي ينتقدك يدور أخطائك ولما يلقى أخطائك راح تعدل منها وتكون أفضل كنت أتمنى كثير عندنا بالعرب يتقبل النقد بصد الرحب لأنه بالنهاية أنت تركت أو دخلت هذا المجال وفتحت باب بيتك للجميع فأنت تتوقع في أن في الشارع اللي أنت بطلت حق الجميع في الصاح وفي المجنون فأنت لازم تتقبل من المجنون قبل الصاحب تتقبل النقد تتقبل الكلام اللي ممكن قد يكون جارح تقدر ترد عليه بأسلوب غير جارح ما توصل لمرحلة السب والقث يعني معنا أنت اللي سببت هذا الشيء يعني أنا حتى أشخاص يعني يسبون ولا يقتبون شخصي أقول أنا 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 فتحت لهذا المجال لو أنا مسكر علي الكاميرا وقاعد بروحي ألعب وختم ما يقدر لكن أنا مدام فتحت هذا المجال خلاص ولازم تتوقع أن في ناس عندهم أخلاق عالية في ناس عندهم أخلاق مش عالية لكن بنهاية الكمنيتي ما ينبنى على الحسد والكراهية وإن ليش عنده وليش ما عندي ليش أعطوه وكثير هذه الأمور تصير عبد الرحمن وراح تدخل أكثر في هذا المجال وبتشوف مثل ما أنا وفيصل شايفين وعارفين كثير كثير ناس جدي أعطيكم العافية جميعا وأهم شي استمتعوا ولعبوا استنسوا والحياة قصيرة على قراط شو بتاخذ منها حتى لو وصلت 16 مليون يعني بتاخذها فترة وقته ومردك خرجة وبالقابل أشكرك أخوي أبو حمد إحنا تأخرنا عن الوقت المعتاد لكن هذا أضاف لنا كثير أنا والله ما أتكلم عنك يا أخو أبو حمد من باب التطبيق لا والله أنا ما قلت شيء إلا أنا حاسة وشايفة ومستمتع فيه بالحديث معك أو بمتابعة أي طرح أنت تطرح للأمانة ولو وجدت شيء يستدعي النقد أنا بالنسبة لي أنت من أهم الأشخاص في هذا الـ أحاجيك بنفسي وأنتقد أو أقول لك الحاجة الفلانية لكن للأمانة للأمانة أنا لم أجد إلى الآن شيء يدعو أني أنقد أو أنتقد عشان ما نطيل بس أحب أشكر الجميع وانتظرونا بإذن الله لأسبوع القادم مع ضيف آخر في Gamer's Talk شكرا للجميع السلام عليكم شكرا شكرا للمشاهدة شكرا